بسم الله الرحيم والصلاة والسلام والبصر رحمة العالمين بدعة مليونية للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من البدعة التي انتشرت بين الناس تشارن فحشا كما قال عبدالله ممسعود ساتع زمان تكسر فيه المساجد وتكسر فيه الأسواق وتكسر فيه البدع يعني قال رضي الله عنه يكسر قراءكم ويقل فقهاءكم ويكسر أمناءكم ويقل أمراءكم وتنتشر البدع بين الناس حتى تكون سنة فإذا أصبح الناس وفعلوا سنة قالوا فعلوا بدعة فتصبح السنة هو بدعة والبدعة سنة من البدعة المزمومة المتشهد من الناس بدعة اسمها بدعة المليونية للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبدالله سيدنا أبو موسى الأشعاري داخل المسجد لقى بعض التابعين قاعدين وواح مسك حصوات ويقول لهم كبروا مئة مرة وروحوا مكبرين هللوا وهم هللين وهكذا عمره مش حاجة زيدي قبل كده فرح رايح لسيدنا عبدالله المسعود قال له رأيته أمرا في المسجد يفعله بعض التابعين أنكرته فجئتك أسألك علي لقيتهم يفعلون كذا وكذا فقال له ما حملك أن تسكت على ذلك قال له أردت أن أسألك أولا لأن سيدنا أبو موسى الأشعاري كان أفتح بفتوى ووجد غير هذه الفتوى عند سيدنا عبدالله المسعود فقال لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر موجود فيكم وده وريك يحترم الصحابة لمعظم البعض فقال له تعالى بنا فذهب فقال له ماذا تفعلوه فقال له نسكر الله فقال لهم أفعل جلستم تحصون سيئاتكم وتسبتون حسناتكم يعني أنتم بتعملوا أعمال بتحصوا لها سيئات كتير وبتحملوا لحسنات الحسنات كان أولى بكم بتعدوا سيئاتكم وتسبتوا حسناتكم فقال لهم إما أنكم على ملة أفضل من ملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم تفتحونا بابا بدعة فقال له يا أبا عبدالله ما أردنا إلى الخير فيه روي حاجز بيقول ليه فرأيناهم يطالعوننا يوم النهروان خارجوا على سيدنا عبدالقابل يكارب طالب وكفروه وأصبح من الخارج شوف البدعة بتوصل لغاية فين لا أسميها بدعة المليونية التي يصبح على البي صلى الله عليه وسلم يقول لك إرسالة على العشين من عندك أو خمسين من عندك وكل واحد من الخمسين يصبح واحد خمسين سوف نصل لمليون كل هذه بدعة مزمومة الذكر كل واحد يسكرون عن نفسهم وعمرنا الصحاب كان يتلمون مع بعض ويقولون تعالوا أنك تكبر ألف مرة ونكبر خمس ويوط مرة ونصبحوا أن تصبح على البي كل هذه بدعة ليس لها أصل ولم يعرف على الصحابة وطعالهم ولكن كم كان فيها خير ل lightning rolling on فكذلك يموت جمعة يقولك جمعة مباركة وليس لها أصل لا أصل بالسنة ولكن فيها خير لسنها الجمعة السنة وغيرا��려 الصحابة كانوا بيقابلوا بعض ويموت paano لكن يقولون الجمعة يرسل خمسين من التجولة فإحنا نسمي أشياء وننتشر بين الناس وتنساب σας ليس بضعة لا يجحل الم كتنا زي بدعة آآ آآ يبعث لك برضو يقول لك آآ بعث لك لا إله إلا الله ولا 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 أي نوع من أسكار ويقول لك رسالة المية واحدة عندك وكل واحد من خمسين واحدة عندك كل واحد من خمسين رسالة الخمسين واحدة عنده عشان مش عايفت عنه خليت خلي الفيسبوك يضج بالتصبيح كل ده كل ده كلام فارغ ليس له أصل ولا آآ 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 هذه بدعة مزموعة ولن تسبب عليه بل فكس تأسم يوم الجمعة ويوم مبارك صحيح لكن أو هو عيد لكن هل سنة لنا رسول الله السلام يعني سيدنا عبد الله بن عمر وقطاب سمع تابعي بيعطس يقول لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أم بعث له واحد قال له قل له هذه بدعة كلنا نحب رسول الله ولكن لا نصلي عليه فهذا المقام السنة لما بعدها بعطس بقول الحمد لله أنت بتشمية العطس فبتبتقول لحمكم الله فهو يرد عليك ويقول لك غفر الله لي ولكم أو يصلح الله وبقى لكم لك هذه السنة لكن لا تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لم يكن لا تنهي رسول الله السلام هذه سنة سنة أشياء تعبودية توقيفية لها قدنا من رسول الله لازم نمشي عليها كما هي ماشية زي اللي يقول لك السلاة واحد شاف رؤية مش بيسيغة مع عائلة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مش عاف امام مين ولا مش عاف مين من الصوفيين ويكتبها ويعايز نشورها بين الناس عشان الناس عشان تبقى سنة ما هذا السفا الصلاة الصلاة التفرجية والصلاة النارية وكل هذي يبدأ عليه صلاة أصلا في داعها الصوفية الصوفيين فأحلام ورؤة نحن نعتبد على الشرع بتاعنا على أحلام ورؤة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم متلها الشرع ممكن بقى واحد يجي لك يقول لك الرسول الله صلى الله عليه وسلم جالي في منام وقال لي حديث كذا عمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جديد ما عملوش رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عايش نحن نقوم بكلامه ما هذا السفا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش عاسمها الرؤى المنامية لا يبنى عليها قواعد أو شقاء شرعية أو شيء فكتاب ده لقى الخيرات والصلاة التفرجية كل دي هزي بدع. والسيخ ده خدها من احلام ورؤة مانمية كل هزي بدع. كذلك الناس اللي يقول لك سجدة بعد كل صلاة. مش كاسمها سجدة بعد كل صلاة. ما سجدش حياته كلها الى ثلاثة اربع خمس مرات. السجود 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 الشكر يكون عند تجدد نعمة او زوال نقمة. سمعت ان ابنك نجح في الامتحان. كسبت مبلغ خبير. جاد لك خير عظيم ان كنتش متوقعه. فمن فرحيتك تروح ساجد. لكن تبقى فيه تبقى فيه. سنة سابتة بعد كل صلاة ولا كل يوم في وقت معين تروح ساجد. تقول لك انا بشكر ربنا. لا. رغم 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 ما عمل كده لان تساب ولا تستقسم. كنت ستموت ونجيت. كنت فيه عربية هتخبطك ونجيت. ده بها هنا تشكر ربنا صحيحاتك ولان دي حاجة بتحصلش كل يوم. اه جالك مركز جالك 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 جالك. كسبت مكسب كبير من المشروع او جت عربنا عييق او تحينت في مركز. يا مهم. هو اي شيء. حاجة بتحصلش كل يوم. ده اسمها تجدد نعمة او زوال نقمة. عندها اذن تسجد. لكن تسجد كل يوم او كل صلاة وتعمل وقت سابت للسبب ليس له اصل. ليس له اصل. زي الناس اللي تطلع في اول رجب تزور المقابر. ومثبتين الكلام ده. عاملين له وقت معين. والناس اللي بتزور الاعياد في الاعياد المقابر. يحتفل بالعيد نروح المقابر. واصبحت سنة سابطة بين الناس. او يطلع في اول رجب يروزون المقابر او هكذا. كل هذه السنة كل هذه بداع ليس له اصل. لو عادنا نتكلم في البداع مش هنخلص. هنكلم كتير. دي بعض البداع المزمومة اللي بتفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وفعلها كثير من الناس. فجايب التحذير منها. هنحكتب لكم حكم الكلام ده. حكم البداع. ويقول لك ايه? يقول لك. لو ما 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 بعدتهاش. يعرف انه الظلوبك هي اللي بقى نعيتك. يعرف ان الشيطان هو اللي منعك. مش عانف تحصل لك مصيبة ايه? ما هزا السفا. اجعلت من نفسك نصبت من نفسك الها. نصبت من نفسك حاكمة على الناس. نصبت نفسك قاضيا. ايه باب الخير كتير. وانت اللي هتعلمني ابعت ايه وما بعدش ايه? ما هزا السفا. فا انا اكتب لكم الكلام ده كنت فتحت الفيديو. انسخوه. شوفيها على الشمال ايكس تفتحوها. انسخوه هذا الكلام. نشر هذا الان في ثواما عظيما. انه علم علما. فالله اجرم عامل بيها من القيامة. اللي امقاذ ذلك من الجنيه. بتوشوش تفايل الجرس اشتركوا في القناة. لنا سلامكم كل جديد. وانساعدوني على نشر السنة والتنبياء كل القوليات. استغفر الله ليولا.